أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا إخواني الأحبة وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن تلتقي بكم في هذه الأمسية الطيبة مع فضيلة الشيخ العلامة أحمد ديدات والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي وضعت نصب عينيها النهضة بواقع المسلمين حتى تسد حاجة المحتاج وتسد كذلك كل المداخل التي تأتي إليهم من قبل أعداء المسلمين مستقلة عوزهم وفقرهم وحاجتهم والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إذ تخطو بالعمل الخيري خطوات عديدة في شتى المجالات منها فكرة الاستثمار الخيري حتى يبقى الأصل ثابتا والمعين مستمرا لا ينضب وحتى تبقى أو يبقى ما يتبرع به المتبرع صدقة مستمرة جارية لا ينقطع ثوابها بإذن الله وكذلك اعتمدت الهيئة الخيرية الإسلامية في معوناتها ومساعدتها أن تنفق الإنفاق الانتاجي بدل الاستهلاكي وذلك بتوفير فرص العمل وسد حاجة المسلمين واقعيا وعلاج مشكلاتهم جذريا وليس ترقيعيا والهيئة الخيرية إذ تهدف إلى مثل هذه المعونات وإلى المساعدات وإلى المستشفيات وإلى المساجد وإلى حفر الآبار وكل مجالات الإغاثة تعمد كذلك إلى نشر الوعي الإسلامي ونشر الثقافة الإسلامية ويسعدها أن تستضيف الشيخ العلام أحمد ديدات لنحدثنا في هذه سيلة المباركة عن واقع المسلمين من حملات تريد أن تحرفهم عن دينهم وتحرفهم عن عقيدتهم فليتفضل الشيخ مشكورا وجزاه الله خيرا You are welcome to start He has introduced you This one This one أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَن تَرْضَ أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَ حَتَّى تَتَّبْيَ مِلَّتَهُمْ صدق الله صدق الله الرحمن الرحيم My dear brethren I bring to you peace and salutations from the deepest south of Africa If you look at the map of the continent of Africa At the southmost point, at the bottom most point You will find a country called South Africa In that country there live about half a million Muslims And I bring to you peace and salutations from them And on that behalf I say to you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء إخواني الأعزاء إنني أنقل إليكم السلام والتحية من مسلمين في جنوب أفريقيا فإذا نظرتم في خريطة أفريقيا تجدون في أعماق أعماق الجنوب هناك بقعة يسكنها حوالي نصف مليون مسلم وأنا هنا أنقل إليكم سلامهم وتحيتهم وأقول نيابة عنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بص standalone consultورات عودة أقوم بك سرناً من القران قال زموم المسلم سرناً تقوم بك دقائمة من صورة البقرة صورة البقرة اسورة ع pogود بحثك حالر معتد النهاية آية نهاية أبر الأعزاء تلوت عليكم آية كريمة من سورة البقرة وسورة البقرة هي السورة الثانية وهذه إحدى آياتها الكريمة For those of my brethren who are non-arabs I know it is difficult to find references in the Quran Somebody saying بقرة Where do you find بقرة In an encyclopedia of this size of 2000 pages Where will you find بقرة Somebody says Yassin Where will you find Yassin Somebody says Surah Taha Where will you find Taha And so on and on So if one has a translation like this particular one I have in my hand At the back of this translation is an index Just like a dictionary And in that if you look for بقرة Under B it will tell you number 2 If you look for Yassin You will find under Y Yassin This is chapter 36 And on and on Whatever you want to know Everything will be on your fingertips easy to find And this volume is available outside when the meeting is over It's available outside It is in English Arabic script English translation And if you look for those That's the thing that says حروف السورة ثم يبحث عن رقم الآية المطلوبة وهذا ضروري جدا لهم ومثل هذه الترجمة الممتازة التي تحتويها هذه النسخة موجودة في الخارج يمكنكم الحصول عليها بعد هذا اللقاء عن هذا أيام اللهم ترجم لك في ذلك آية الله أزراج لنا لكي ترجم لكي ترجم لكي ترجم لكي ترجمة لكي ترجم لكي ترجمة نفسك ولن ترضى أنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم لن يتبع ملتهم في هذه الآية الكريمة يذكرنا الله سبحانه وتعالى بشكل دائب وخالد بأن على المسلم أن لا يضل أو يغش لأن اليهود والنصارى لن يرضوا عذن مسلم حتى يتبع ملتهم كما يعطينا نصر آية الكريمة من الله سبحانه وتعالى لا تفهم ماذا نقول للمسلم مثلا بأننا تقصد في جسوس سيد إيسا نحن نقصد أنه كان جميلة من المسلمين من الله نحن نقصد أنه كان مسيح الله ألاحك نحن نقصد أنه كان مرحباً ملياً بس طريق مالاً وحتى عندما نذكر للمسيحي أننا نؤمن بأن عيسى من أعظم الأنبياء وأنه مسيح الله وأنه كان يحيي الموت ويبرئ الأكمه والأبرص بإن الله وأنه ولد ولادة معجزة وأنه من أعظم الأنبياء طبعا ولكنهم لن يرضوا عنا حتى يحولون عن ديننا لنصدق كما يدعون بأن المسيح هو الرب now how do we respond to this situation I'm now going to give you my experience how it comes about that I'm speaking to you all on this type of subject because it is very unusual people always talk الحمد لله about salat about zakat about hajj about psalm all these beautiful things necessary things we hear but people do not generally talk about the jews and the christians how to respond to them how did it come about that I'm now talking to you about these things فكيف نرد عليهم الناس بين المسلمين في العادة يتحدثون عن العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبقية العبادات ولكن قل ما يتذكرون بأن يتحدثوا عن كيفية الرد على اليهود والنصارى في مثل هذا المجال وهذا هو الموضوع الذي سأتحدث إليكم عنه as soon as I left school at the age of 16 I left school and I had to work for my living so I went out of Durban a city of Durban to a place some 25 miles outside in the country countryside at a Muslim shop to sell sugar and salt flour rice and things like that I went to do the job outside the city of Durban 25 miles away ومن تجربتي في حياتي أنني عندما تركت الدراسة في سن السادسة عشرة وخرجت إلى الحياة لأعمل كي أعيش تركت مدينتي وذهبت إلى قرية تبعد عنها حوالي 25 كيلو مترا لأعمل في دكان أخ مسلم لأبيع السكرة والملح والدقيقة وأشياء أخرى at this shop some 25 miles away from the city from the Muslim shop across the valley there was a college a Christian college called Adams College the Americans had built this college to train Christian missionaries to do propagation work and these students whatever they learned in the school they came when they came to do the buying when they came to buy the salt the flour the rice the sugar they would attack the Muslims who are working in the shop telling us about our Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم for example that Muhammad صلى الله عليه وسلم your prophet had so many wives about which I knew nothing وهناك في تلك المنطقة وعبر واد مقابل لدكان الأخ المسلم كانت هناك كلية أنشأها الأمريكيون لتعليم الطلاب وتدريب المبشرين وفي كل وقت كان أولئك المتدربون في ذهابهم وإيابهم حتى عندما كانوا يجيئون لشراء بعض الحاجيات كانوا يهاجمون المسلمين وكانوا كثيرا ما يقولون ما هو نبيكم محمد هو كثير الزوجات هذا هو الموضوع الذي كانوا يذكرونه دائما ولم نكن في ذلك الوقت عندنا القدرة على الرد عليهم بالشكل الصحيح they would say that the holy prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم he copied his book the Quran from the Jews and the Christians they would say that he spread his religion at the point of the sword that if you people don't accept Islam will chop off your head now about all these things I knew nothing nor the other Muslim workers in the shop we all knew nothing about these things وكانوا يقولون أن نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام قد نقل ونسخ هذا القرآن من كتب اليهود والنصارى وأنه نشر الإسلام بحد السيف فكان يطلب من الشخص أن يسلم وإلا يقطع رأسه وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف شيئا عن هذه الأمور بشكل دقيق وفي ذلك الوقت كل ما كنت أعرفه أنا وآخرون أننا نقول الشهادتين ونصلي ونصوم ونبتعد عن أكل لحم الخنزير والشراب وهذا هو كل ما كان يعرفه المسلمون عندنا في ذلك الوقت ومنذ أن أعرفه أن أحدكم وإذا أردت أن أعرف إلى ما رسمكم أنت تأخذت أعرفه أنت وإذا كنت أخذت أنت أنت مصلم أخذت أنت أنت ترى الشهادت وإذا كنت ترى الشهادت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول أنت ترى بذلك الوقت عندما كنت أقابل مسلما مثلكم كنت أسأله من أنت وما دينك فإذا قال مسلما أقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإذا قال الشهادتين قلت له نعم أنت مسلم ولما أكون أفهم حقيقة ما معنى الشهادتين هذا كان كل ما نعرفه عن المسلم هؤلاء المبشرون كانوا يهاجموننا ويزعجوننا دائما ليل نهار بمهاجمة الإسلام والقرآن ومهاجمة محمد صلى الله عليه وسلم وكنا نحن المسلمين هناك عاجزين عن الدفاع فإذا لم تكن مسلحا بالمعرفة الجيدة هذه الدقيقة فأنت لا تستطيع الدفاع عن نفسك ولقد فكرت في أن أترك العمل وأهرب من تلك المنطقة ولكن كان من الصعب جدا أن يحصل الواحد منا على عمل يعيش منه فإن أن أعندي نقطة ضعفة لابد أن أطلب قراءتها وأن أقرأها لابد أن أعرف أن هذه أطلب قراءتها كانت جميلة قراءتها لأن هذه هي تقرأتها لأطلب قراءتها أطلب قراءتها التي الله باري تعالى نبي كريم صلى الله عليه وسلم في غار حرا إذا تذكرت جبل النور أطلب قراءتها في أخي جبريل كانت اقرأتها ونبي قالت لذلك اللہ تعالى فتح جبل الآن كافرناتها ونسبب قراءتها ونحتى قراءتها وعجبت الآن تقرأت Jagir بسم ربك الذي خلق لذلك تقرأتها و Tackراءتها ورما كانت قراءتها وقربتها لذلك رائع لذلك القراءات لذلك الوقت أن ما سميته نقطة ضعف أو مرض تجاه القراءة كانت ظاهرة صحية جدا وهي أمر يتفق مع أوامر الله سبحانه وتعالى إذ كانت أول كلمة نزل بها الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء هي كلمة إقرأ جاء بها جبريل وعندما قال النبي ما أنا بقارئ قال له إقرأ مرات ومرات والقراءة معناها القراءة والترديد وذكر الأشياء مرات ومرات المشكلة المؤسفة مع الأمم والمشكلة المؤسفة مع الأمة الإسلامية أنه رغم أن أول كلمة نزل بها الوحي هي إقرأ فإن الأمة يبدو وكأنها لا تحب القراءة وبدأ من نحب القراءة هذا إن طلقت أبحث عن شيء أقرأه ودخلت مرة مخزن رئيسي في العمل فوجدت كميات من الجرائد القديمة فأخذت أبحث بينها عن شيء أعرف قراءته ثم انطلقت أبحث عن شيء أحدث من هذه الجرائد وقلت أخيرا لو إن لم أجد أحدث منها فهي في ذلك الوقت تشبع رغبتي لأن كل ما أقرأه يعتبر جديدا لي ومعرفة أتسلح بها و conformة في أننا على دائما مزلت، أخذتا لحدةột ويتفي وأن أي Twoim مشerneيت فيه لحدة جديدا سمع نظر على القراء و أي مزل تقرأ حيث وذبت ترون من αυτό إithmرت توزي على سي تقرأ A worm-eaten book Full of mildew I pick it up And I start to sneeze I start to sneeze But this book Because it's a book compared to the newspaper And a book compared to its small magazines I took extra interest in the book And the book read On the top of the book was written In the English alphabet Is Harul Haq It was written I-Z-H-A-R-U-L Is Harul H-A-K Haq وخلال بحثي بين الصحف القديمة وجدت إحدى المجلات وفوضعتها جانبا لأنني أردت شيئا يختلف عن الجرائد وبعد بحث آخر وجدت كتابا قديما جدا وأخذت أشم رائحته من كثرة قدمه فوجدت أن هذا الكتاب عليه عنوان اسمه إظهار الحق شعرته كأنه من اللغة العربية لكنه كان كتوبا بحروف إنجيزية وعندما نظرت إلى العبارة الإنجليزية تحته فهمت ما معناه أي ما معنى إظهار الحق وهذا دفعني أكثر إلى فتحه وتصفح ما بداخله استدخل الذين قرروا بأن تعملوا إلى القرآن إليانيا عندما يهربون القرآن سكينة في التوقف، قرأوا ، سيحصلوا إلى ذلك خاصة عندما يوجد عدد من القرآن سيحدث أن هم سهلا بإ FO السمسيون إنه سيكون من المسلمين جيتمًا لأجزار بها يستهدف من الهرب وإنهما تحلق عليها ، تجب عليها أكثر بها لذا كانوا مخطرون من الوسلم. الهندوين المشاملون عن عمرهم لم يكن من الانهار, لأنهم كانوا مكوز عبوث هوا منتظرين على السنة. لذا كان لم يكن من الأنهار من الانهار. فقط مخطرون من الوسلم. ومن يشعروا أنه اذا اردثوا الوسلمين ، احناهم ان يطر messعوا الانهار الأخرى. كما قالت سيقال إذا شخصك على صفحتي ، أعط معه الأخرى. لذا قد يمكن أن يطرح الب المسلمين لفعل ذلك ، يمكنهم اوضع الاندية لالكي تتحدث عن الفتح البريطاني للهند وأنهم يذكرون في صفحات ذلك الكتاب أن أهم خطر عليهم وعلى حكمهم هو من المسلمين هناك لأن المسلمين كانوا سادة ومسيطرين وعندما فقدوا السلطة لا بد أن يكونوا ضد المحتل أما الهندوس وغيرهم فكان من السهل حكمهم لأنهم مسالمون كالبقر التي يعبدونها وكذلك إذا استطاع البريطانيون أن يحولوا المسلمين إلى مسيحيين سيصبحوا مسالمين معهم لأنه المسيحي يقول إذا ضربك شخص على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر إذن فالخطر كله كان يجده البريطانيون من المسلمين ولذلك من أجل تعزيز وترسيخ حكمهم واحتلالهم للهند بدأوا في إرسال الأعداد الكبيرة من المبشرين والإرساليات التنصيرية ودفعوا بها إلى الهند لتعمل كالفاضع في المياه المعكرة ولقد بدأوا يتحدون المسلمين لعقد مناظرات ومحاورات علنية ولكن المسلمين كانوا مترددين لسببين أولا لأنهم لم يكونوا يعرفوا لغة الإنجليز حتى يحاورونهم بها ثانيا كانوا يخافون من أن الذي احتلهم وفتح بلادهم سينفي ويبعد أو يعذب ويسجن كل من يتصدى للحوار كما يفعل اليهود لأطفالنا في فلسطين فهم يخرجون المناظرين ويبعدونهم إلى خارج البلاد هكذا كان الإنجليز يفعلون في الهند ولذلك خاف المسلمون من محاورتهم علنا so the British they started learning our language what's happening it comes on it goes off like shaitan is at work in the masjid yes I hope it's better now لذلك التعليم الهودة البتطورة العلمية بدأتنا تعلمنا نفس الشيء هذا هو الناس الأكثر من الهودة أين يأتي مهودة فإنه يأتي مهودة ويأتي لا يوجد طريق لتحرق الناس أمام بها أن تكون بها مهمة إذا أردت بيعملين البعض فإنه يلدرون العرب إذا كانت تعملين من البعض فإنه يدرون البعض إذا كانت تعملين من الملائس فلنفذة للمنزل وهل يكون معرفةconomاون من المساعدة فلنفذة تراهن التامل هذا هو جميع السميرة وزم أي جيد فلوح لأن لم يكن مفضل لتحطف الدرس عدد ذلك إذنما المنزل فلنفذت دورنا الرسم وبدأت تطلب الناس للمسلمين في المنزل الإرسام لماذا يقومون برنام رسم لكم لا لماذا تقولون؟ وبدأ الإنجليز يتعلمون لغة البلاد المحلية أي اللغة الأردية حتى يحاورونهم بها وهذه نقطة ذكية من الأوروبيين وخاصة المبشرين فهم أينما حلوا يتعلمون اللغة المحلية حين يأتون بلدا عربيا يتعلمون اللغة العربية إذا ذهبوا إلى باكستان لغة أردية إلى آخره حتى يتقنوا لغة الناس فهم يفهمون أنها السبيل الوحيد لمحاورتهم ومد تبشيرهم إليهم وأصبحوا يقولون أيها المسلمون نحن على استعداد لمحاورتكم بلغتكم اللغة الأردية now they started challenging the Muslims to debate with them in their own mother tongue in Urdu so the younger generation they persuaded the maulana our learned man our sheikh says maulana sahib these people they want to now debate with us in our own language how can we say no so maulana Abdul Aziz of Delhi known as maulana Abdul Aziz Dehlawi he was forced to accept the challenge and there was a certain reverend founder from England reverend founder this man challenged the maulana the alim the alama and a debate took place as a range in Delhi وعندما حدث ذلك جاء الشبان من الجيل الحديث وقالوا لمولانا الشيخ عبد العزيز إن هؤلاء المسيحيين يتحدوننا للمناظرة بلغتنا فلماذا لا تعقد المحاورة والمناظرة وأخيرا وافق الشيخ عبد العزيز على تلك المحاورة according to the appointed time and date the debate starts and the reverend is suggesting to the maulana that maulana sahib respected alim maulana get started so the maulana says you see you christians are our elder brother christianity preceded islam by 600 years as such you are 600 years before us you are our elder brother and according to our culture we give preference to our elder brother first number two that you are our guest no doubt an unwelcome guest but the guest at that and according to our culture our guest has the first preference so i suggest that you get the the ball rolling get the debate started وعندما حدد الموعد للحوار والمناظرة طلب الراهب البريطاني الذي جاء خصيصا لها طلب من الشيخ عبد العزيز أن يبدأ الحوار بصفته مسلما فقال له الشيخ لا إنك أولا ضيفنا هنا ثانيا أنتم المسيحيون إخواننا الكبار فالمسيحية سبقت الإسلام بحوالي ستة مئة عام فعليك أن تبدأ أولا so the reverend was forced to start the debate and he started with a question he's asking in urdu i'm reading all this in the book he's asking this is maulana sahib respected ma'alim maulana where is your prophet muhammad now فبدأ الأسقف الحوار بسؤال موجه للشيخ عبد العزيز قائلا يا مولانا أين نبيكم محمد الآن the maulana he thought for a moment and he said that he is in jannah الفردوس heavenly bliss with allah bari ta'ala وقد سكت الشيخ قليلا ثم قال أنا أعرف أنه في جنة الفردوس في السماوات العلا out of this answer came the second question is it alright now tell me where was your prophet muhammad when his grandson hussein was martyred butchered at karbala والسؤال الثاني الذي انطلق من الأول قال له إذن أين كان نبيكم محمد عندما قتل حفيده الحسين في معركة karbala out of that answer came the third question is it alright alright if your prophet muhammad was with his allah when his grandson hussein was butchered martyred at karbala did he not ask his allah for help and there was a long pause long wait and the priest couldn't hold his peace he started stamping his feet come on come on come on did he not ask his allah for help and slowly the moulana said yes he did and there was a very very long pause and the priest again started stamping his feet come on come on come on what did he say what did allah say تمام ارت فترة صمت اخرى طويلة واخذ الراهب يضرب بقدمه عالارض ويقول هيا ماذا قال الرب ماذا قال الله عندما طلوا منه المساعدة كان هناك صمت رهيب وحتى لو سقطت الدبوس على الأرض لسمع صوته وقد شعر الناس شعر المسلمون في ذلك الحوار بان مولاهم قد هزم so the moulana starts he says the allah cried allah cried and the priest exclaimed what god cried he said yes allah cried he said i couldn't save my own son jesus how can i save your grandson فقال الشيخ في ذلك الوقت وهو عندما اجاب للراهب قال ان الله بكى فقاله الراهب ماذا الله يبكي فيقول طبعا انه يقول للنبي محمد اذا كنت لم انقذ ولدي عيسى فكيف انقذ حفيدك الحسين and the debate was over you see this argument had nothing to do with facts with truth it was a matching of the wits who is cleverer in an argument in a debate and the one who gets in first there is a saying twice armed is he whose cause is just but twice armed is he who gets in first so in this case the moulana gave the first knockout and knocked out the reverend for good مثل هذا الحوار لا يعتمد على الحقائق وانما يعتمد على الذكاء واستعداد المحاور والذي يبدو اولا ربما يغلب ويقال ان صاحب الحق والعدل قد يكون عنده سلاح مزدوج ولكن الشخص الاذكى ربما يكون عنده سلاح ذو ثلاث شعب هذا كله قرأته في الكتاب الذي وجدته بين الصحف على الارض سأقول ما قرأته ايضا عن شيخ عربي وأرجو ان لا تشعروا بأيهانة عند ذكري ما قرأته you see people are very sensitive when i talk about an arab sheikh everybody says now he's gonna talk he's gonna start attacking me no no i'm just sharing with you what i read about an arab sheikh reis reis now this reis a christian missionary got stuck into him day in and day out he's coming to the sheikh reis and telling him that you muslims you wasting your time you pray five times a day and you go for hajj and you make salat and you do this and you abstain from pig and you don't drink you straight jacketing your life but all this is useless you wasting your time you have to believe you only believe that christ died for your sins and heaven is for you and christ is god almighty who came down to earth to die for the sins of mankind and now hi why it on i'm more best sharing ان كان يأتي لرئيس او لشيخ عربي شيخ عربي مسلم يقول له انت ايها المسلم تصلي وتصوم وتحج الى اخره وتتعب نفسك هل تظن ان هذه الامور ستوصلك الى الجنة هناك طريق اسهل لماذا تتعب نفسك انت اذا صدقت بعيسى بانه ولد الله فان عيسى يضحي لانقاذك ولقد ضحى عندما صلب فدمه ينقذ البشرية ويدخلك الجنة فقط انت ايمانك بهذا هو الذي يدخلك الجنة وليس ما تتعب به نفسك في صلاتك وصيامك وحجك المسلم عن هذه الفيس المنزين رمنانitudes انتهى مامااخ و حط كارظان ان ذهب heart and he is asking you I made my best instead but there e was no plan for him the christian is persisting persevering we must admire this quality in them they have that spirit of persevering they keep at it once you give them a hearing they'll never let you go unless you are converted or you say next time you darken my door i'll put a knife through you there is no other way out for you if you give them a hearing they will if you give them a finger they'll catch you by the hand and they'll never let you go God bless you أن يثابر في القيام بواجبه وإثمام رسالته. منacağız والرسول قلوبية ورحم آخر. على رحم انية احدى بكتور مبارك ومساعده فقط. الرسول الناس مدينا�� ومبارك وشكراً من الأطفال. وبالتالي قال اليسار بكتور مبارك وبركتور مبارك. فجمع مبارك وبركتور مبارك. فجمع مبارك وبركتور مبارك. لذلك الرسول الناس مدينة ووكاتور يشكر مطمئنا وهم جميعاً في الناس. الجهاز. المجزء لتعرف ، يبدو كيف أولاً. كيف لديوهران مية جازت لديته ، الإسرائي ، الجهازي كانت أنت فيه منذ شخصا، هذه الجهازة تعطي إليها. ما كانت ممتعاً؟ ما كانت ممتعاً؟ أخبر ، فإنه يقول ، ما أخبر ، لا تتط입. تقول ، ، فإنه لا تتحرك ، لا تتحرك ، لكن لا تتحرك ، لا تتحرك ، لا تتحرك ، سأراء. تؤثر ، إنه mucho بود، هكذا خاصيته ، لديو ما تتحرك ، ماذا هي الوزرية؟ لذا بعد الكثير من الوقت الرئيس قال لديه الوزرية بأن أخي جبريل موته 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 ثم ذكر ذلك الشيخ أو الرئيس العربي ما حدث معه لأحد وزرائه فقال له الوزير عندما يأتيك المبشر مرة أخرى إنادني فسأهمس بأذنك بشيء وهذا جزء من خطة سنطبقها جاء المبشر وثابرك عادته وتحدث عن أن عيسى قد مات من أجل أن يغفر الله خطايا البشر وأخذ يلح في الكلام فجاء الوزير أو المساعد الشيخ وهمس في أذنه بكلام غير مسموع فأخذ الشيخ يبكي فقال له المبشر لماذا تبكي؟ قال لا تسألني ثم أعاد السؤال لماذا تبكي؟ يريد أنه حريص كان حريصا على أن يعرف السبب وفي النهاية قال له بلغني هذا الرجل بأن جبريل عليه السلام قد مات طبعا هذا جزء من خطة يعني اتفقوا عليها فقال المبشر فقال المبشر للشيخ هل الله يموت؟ يعني رد عليه برد أقوى فقال المبشر فقال المبشر المسلمين لإعطاء المسلمين لإعطاء المسلمين لإعطاء المسلمين بكلام قوي لدائر رجل الدوري وقرأت في هذا الكتاب عن الإنجيل بصيغه المختلفة إنجيل لوقى وحنى ومتى إلى آخره وكيف هي متناقضة وهذا أمر جعلني أهتم بمتابعة هذا الموضوع فأحضرت إنجيلا من الإصحاح الجديد وجعلت أقرأه وأضع خطا تحت كل ما يشير إليه ذلك الكتاب Wayr Bueno It was my turn It was my turn now I'm armed with knowledge Some knowledge Very little I'm like a little child I'm growing in this field So now when these Christian Missionaries when they came to do the buying the sugar and salt with the flour and rice I'm asking them Hey, you! Where are you going on Sunday after church? This is nowhere كتب كتب أبيضي بهاتب كتب إليه شكرا لك تاسمي السميلي ميلة أهلا لأنك عشرهم إلا أني الهدفين كل انه خوص مهشة هل أن أقبل؟ هل أن نسوكم؟ أهلا لأنه لأنني أتمنى لأنني أول عشرهم ونعي ذلك أنا أعجبك شديد أكبر من على شرح المنتج فهي صحيح فهي صحيح فهي صحيح آخر فهي صحيح المساقro أراد فقط إنه يجبهم أسرعوني أسرعوني أيت تن وأيضا صندوق الثضاء هذا هو من المؤسسات هذا هو هو أمخلي محببا لوقت السنوات هذا هو في الاجب أرغب أرغبوا هذه المشنون وأنا أذهبهم أرغب السندوق صندوق الثضاء حتى يذهب في تدر بن كيديدة أرغبوا في ضرورات أرغبوا في سيارة أنه مجلسة سببو فرأين وأنه والفترطيت أرغبوا فيها وبعد أن تسلحت بهذه المعرفة القليلة وجدت أن دوري قد حان في ذلك الوقت لأن أهاجمهم أنا بدل أن يهاجموني في ذلك الدكان وفي كل يوم كانوا يحضرون فيه من الكلية لشراء بعض الأغراض كنت أسألهم أيها المبشرون هل ستذهبون يوم الأحد إلى الكنيسة أو أين تسكنون وأصبحت أحدد مواعيد مع كل واحد منهم في الساعة الحادية عشر حتى أتحدث أنا وأهاجمهم وبعد أن انتهيت من ذلك المكان عدت إلى المدينة وجعلت أتصل بكبار رهبانهم في الكنيسة الرئيسية وأقول لهم أريد أن أجلس معكم أحب أن أتعرف على دينكم لنتبادل كلام الله معا أدعوهم إلى بيتي هم وعائلاتهم وأحدثهم ويحدثونني لأنني وجدت أن هذه العقلية هي التي يمكن أن تقابلهم وأنا تربيت بشكل يجعلني عندما يوجه لي أحدهم ضربة واحدة لا بد أن وجه له عشرة ضربات طالما أنا سلحت نفسي بالمعرفة الجيدة الدقيقة وقد أصبحت هذه الهواية بعد فترة قصيرة عمل رئيسي ولمدة ثلاثين سنة منذ 1958 بدأنا مركز الدعوة الإسلامية نبدأ هذه الموجودة مستخدمة نبدأ سنة من الموطقة في الق enclosed 3.05 ثلاثين سنة من الهمدلله منذ التي أقم أي خطئ من الفيديو الآن ، نحن لدينا در أستخدم غير من سنة المستخدمة أقم ِ٠٠٠٠٠٨ تأتي نحن لذلك ثلاثين سنة عن محمد الخرش والدرسان من المستخدمة نبيه كريم صلى الله عليه وسلم نحن لدينا حقًا 300,000 من قبل مستخدمة 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 أو مستخدمة مستخدمة جسوس رسول على المساعدة أو مستخدمة 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 الله باري تعالى نحن في القرآن إلا تبازن فقط يتبعوا منجدر فكرة وما قتلوه يقين فأنا قتلوا لهم لا بل رفاه الله إليه ولكن الله قتلوا لهم لذلك هذا الكتب يتبعوا أنه رسول رسول لا تبعوا أو مستخدم فقالوا نحن نحن سيعمل إن تبعوا فكرة صعبة إليه هذا صعب هذا صعب هو دماغا ونا لننتهي أننا سأقوم بكم بأن هذا صعب ليس إلى قلام الله هناك buy مما هناك ذلك لننتهي ان تم رتحكم قلقوا بك قصروا this book هذا سيببا ولكن الآن لدينا أيضا نحن لديها من الدروس لكل هذه هذه وعندما بدأنا ذلك المركز كان رصيدنا ثلاث جنيهات وخمس شنات فقط ولكن والحمد لله وصلنا الآن إلى مرحلة نستطيع فيها أن نطبع ونصدر أكثر من مئة ألف كتيب في وقت واحد ننشرها بلغات مختلفة وعندما يأتي الوقت لأي واحد من المسلمين ليحفظ هذه الكتيبات ويطلع على الإنجيل المحرف الذي سنثبت بالحوار أنه ليس كلمة الله كما يدعون فإن المسلم يتسلح بسلاح قوي يرد به الهجمات التبشيرية عن الإسلام والمسلمين لذلك يغلقوا التقنيقات يغلقوا التقنيقات في المحاضرة الأولى التي ألقيتها في الكويت تحدث عن أساليب المبشرين المسيحيين التي يتبعونها في محاولة لتحويل المسلم إلى مسيحي ولكنهم كانوا يفشلون في كثير من المرات يهاجمون النبي ويهاجمون الإسلام والمسلمين وكانوا لا ينجحون في تحويل المسلم للمسيحية ولذلك فكروا في تغيير تلك الأساليب وستحدث إليكم عن بعض هذه الأساليب التي ابتدعوها حديثا ولكنهم يأتي줄كمaban المسلمين والمسلمان المس Stevie والمس Nou إذا قلت لا أنك ليس مسلم لذلك يجب أن تقول نعم أنا أؤمن في إيسا يأتي لك المسيحي المبشر في بداية مشواره إليك فيقول هل تؤمن بعيسى بالطبع تقول نعم لأنه ليس مسلما من ينكر عيسى فالقرآن يأمرنا بذلك وبعد هذا ينطلق في أسئلة أخرى يقول هل تعرف أن عيسى كان من أعظم رسول الله فتقول نعم ثم يقول لك هل تعرف أن عيسى ولد بمعجزة فتقول نعم ثم يقول هل ولد نبيكم محمد بمعجزة فتقول الله كان له أب وأم وَهُوَ يَسْتَنْتِجُ مِن ذَلِكَ بِالطَّبِعْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ أَنَّ عِيسَى لَهُ دَرَجَاتٌ أَعْلَى مِن سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامِ جس Isn COM إِن أَعْلَى مَسِيح مَسِيح Shy الله's Messiah translated Christ you accept that he said yes Allah tells us مسيح Isa ibn Maryam you got to accept he said yes he said was Muhammad مسيح الله he said no he was Rasulullah but he said you see Isa is Rasul and Masih in the Quran he is Rasul and ilah bani Israel he is Masih Isa ibn Maryam he is Rasul and Masih your prophet is only Rasul ثم يقول هل توافق على أن عيسى هو المسيح فتقول نعم يقول هل محمد هو مسيح تقول لا يقول إذن محمد رسول فقط وعيسى رسول ومسيح في نفس الوقت فهي درجة أخرى أعلى ثم يقول هل تعرف أن عيسى أحيى الموت بإذن الله تقول نعم فيقول هل محمد أحيى الموت بإذن الله تقول لا لا أعرف شيء عن هذا يقول إذن أضف درجة أخرى إلى عيسى على محمد تقول لك تقول لك أحيى الموت أحيى الموت أحيى الموت محمد تقول لك بإذن الله محمد أحيى الموت بإذن الله يقول لك بإذن الله أحيى الموت أحيى الموت أحيى الموت تقول لك أحيى الموت أحيى الموت تقول لك تقول وإذن الله أحيى الموت أحيى الموت محمد Isaiah يا أحيى الموت والآل بإذن الله أحيى الموت والت من أهيى الموت لم يgas الن define هذهين سأرى انظر الله يقول لك قل حاتو برهانكم simple elementary بيسك ماذا يقول لك قل حاتو برهانكم وكذلك لا تسأل لك سأل لك سأل لك سأل لك سأل لك سأل لك فهل عندما نسمعهم يدعون كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هل عندما نسمعهم يقولون بأن عيسى هو الذي يدخل البشرية الجنة عندما ضحى بدمه هل نقول لهم كما يقولنا القرآن قل حاتوا برهانكم هل يطلب المسلم منهم برهانا عندما يدعون هل في خلال السنوات الطويلة الماضية كلها طلب مسلم برهانا من مسيحي يدعي بأن المسيحية أو بأن عيسى هو الطريق إلى الجنة فقط وأن صلاتنا وعباداتنا وإسلامنا لا يدخلنا الجنة هل طرح عليهم أحد هذا السؤال أعتقد أن هذا لم يحدث أعتقد أنهم كنت أطلب منهم البرهانا دائما حتى قبل أن أعرف القرآن كله فإنه من الطبيعي عندما يدعي شخص بالدعاء ما عليك أن تطلب منه البرهان دائما والآن الطلب موجود في القرآن الكريم الله يؤمرنا بأن نطلب البرهان منهم وقبل أن نسأل البرهان قام المسيحيون بإنتاج إنجيلهم الكتاب المقدس في أكثر من ألفي لغة مختلفة ومنها أحد عشر نسخة بلهجات عربية مختلفة للعرب المسلمين يقولون إن إنجيلنا يقول هذا ويقول هذا ويقول هذا صحيح ressaii they made messiah out of that pollen there pots and pans cups and saucers horns were anointed means horns were made into messiah messiah then in the book of Isaiah one of the books of the Bible chapter 45 verse 1 it speaks about Cyrus a mushrik ruler of Persia and God Almighty calls him his messiah in English Christ, Christos but now they put it anointed so people think there is something المترجم للغاية 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 فتقول له وأيضا آدم عندما قال له الله كن فيكون والقرآن يقول إن مثل عيسى في القرآن كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون وأيضا لم يكن له أب قبله فهو أيضا ابن الله فيقول هو وفي الإنجيل عندنا في آية من الآيات يقول أن آدم أيضا هو ابن الله فتقول له أنت في ردك إذن ما ميزة عيسى كابن الله كما تقول عن آدم وتقول أنه أيضا ابن الله وعندها تفهمه ويسكت ذلك المبشر ولا يستطيع أن يغرس في نفسك الشك أو يهز إيمانك ثم يبتعد عنك وشكرا نشكر مزيلة الشعيف العلامة أحمد ديدات على هذه المحاضرة القيمة والتي في الحقيقة وضعنا أمام حقائق عظيمة وكبيرة وحملنا مسؤولية وربما لا ندرك هذه المسؤولية نحن هنا في الكويت إدراكا كاملا ولكن من نبرة الشيء ومن الحقاق التي قدمها هناك ملايين المسلمين يتعرضون لهذه الفتن ويتعرضون لهذه الشبهات ويتعرضون لهذه الشكوب فما هو واجبنا نحنه ومن الذي أدينا وساعدناهم فيه فهنا تكون المسؤولية على عاتقنا حتى نساهم بكل ما نستطيع لإعانة إخواننا المسلمين في كل مكان وخاصة أن هناك إحصائيات في أندونيسيا وفي أفريقيا تبين ما يرتج من المسلمين عن دينه والآن مع الأسئلة يقول السائل نرجو توضيح بعض المؤلفات التي ألفتها والهناك ما ترجم إلى العربية وأين نجدها سنساهم والهناك ما ترجم إلى العربية وأين نجدها سنساهم 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 نرجو توضيح بعض المؤلفات التي ألفتها والهناك ما ترجم إلى العربية وأين نجدها سنساهم بعض المؤلفات التي أردتها إلى العربية وأين نجدها مثل ما ترجم إلى العربية أول كتاب ترجم إلى العربية هو عنوانه ماذا يقول الإنجيل عن محمد كريست في الإسلام المسيح في الإسلام سنساهم 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 ما اسمه محمد نبي الإسلام و هناك كتب أخرى كثيرة لسوء الحظ أنها لم تخرج من الجمارك و هناك كتب أخرى كثيرة لسوء الحظ أنها لم تخرج من الجمارك سنساهم 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 س Ying سخص م transc س سيطرق بلاعية وراعي وكم لحظة وو ما الى جدة باسم احمد ديدات وصندوق البريد 6156 وتصلكم الاشياء المطلوبة سواء كانت كتب او اشرطت فيديو اسم احمد ديدات وصندوق البريد ستة واحد خمسة ستة جدة بالسعودية السؤال الثاني يسأل يقول السائل اريد ان اصبح مثلك ماذا افعل لاصل الى المستوى الذي انت فيه من حيث الجرأة والايمان وفهم الاديان الاخرى هوي saying that he wants to be as you how can he be as brave and strong as ahmed did that for you it is very very easy you see i have to work the hard way i knew nothing i was fumbling and bashing my head against the priest for you everything is predigested it's all predigested ready for you like halwa just eat it up now just master these books and you are set on the right road to doing dawah you master these little booklets and you are set on the right road inshallah by using this knowledge you will become Ahmad Didad and greater than Ahmad Didad because now you got more things to work upon than what I had I had nothing I was bashing my head you don't have to do that you just take this like halwa you chew these things up and you are well set on the right road inshallah بإمكانك أن تصبح أقوى وأكثر وبطريقة أسهل إذا أتقنت هذه الكتيبات ودرستها جيدا لقد مررت بصعوبات كثيرة إلى أن وصلت إلى هذه الأشياء وهي جاهزة لكل واحد يمكنه أن يصبح أقوى من أحوى الديدات بحواره ومناظراته سؤال الثالث يقول أسأل عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد في أنجيل برنابة فقط أم في الأناجيل أخرى هو أقوى أن يكون حصول عليه المترجم إليت إلى رفض الآلاث 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 توليية ليس فعلها لبقاءار أشيد لا تقولوا إنها منقذ لأننا سأرى المجتمع لجب المنزل لنا أن نترك المسائل لأن الله نستشعر لنا لطيف من المسائلين والجومين عن شيء حاتوا برحانكم ويوجد المنزل للمنزل ليس بانباس لكن هذا المنزل هذا هو المنزل لذا فأأخذ هذا وحاله، يمكنك المنزل من هذا المنزل لا يمكنك خطوة هذا ليس هذا هو أكبر يقول نعم سأرى تجربت المسكين انجيل يحنن بسرعة 7 و 14 و تجربت لكني لأفكار لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم انتلق لأله إلا من تلق لا يعتكم المؤذي ولكن ان ذهبت أرسله إليكم في أغلبت المسكين إنه خير لك إنه خير لك أن أذهب فإن أذهب لك فإن أذهب لك ولكن إذا أذهب لك أجلت أجلت من هذا المؤذي وقالت وقالت لا أعرف كانت لا أعرف لقد قلت أن حضرت إسا وقالت 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 لديه لا يوجد طريق لك وقالت 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 لا أيضا يكفي لأن في إنجيل يوحنة موجود ما يبين بأن عيسى قال الحواريين أنه سيأتي بعد المعزي كما هو في القرآن وبشرا بنبي يأتي من بعد رسوله يأتي من بعد اسمه أحمد وأحمد اسم آخر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد سألت سيدة المسيحية في إحدى المرات هل تعرفين من المعزي فتقول لا كانت مخلصة في إجابة لأنها لا تعرف فشرحت لها من الإنجيل ومن آيات القرآن بأن المعزي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد بشر به عيسى وأخبر الحواريين من تلامدته بأن هذا النبي سيأتي بعد أن يذهب عيسى قال لهم عندما أغادر هذا العالم عندما أذهب سأرسله إليكم أي سيأتي من بعدي وهذا هو المعنى في الكتابين السؤال يقول فضيلة العلامة الشيخ أحمد ديدات هل الدين الإسلامي في دول أفريقيا يزداد يوماً عن يوم أم لا سي GS estacionاً في أفريقيا من المعنى نماذا أه Vä construح المصدر عليه الصعوبية لا تترك المساعدة انظروا الان الحصوليك اليه الرسالة في البرناة مستخدم الانجس بأن كل registيانة كل المسلمات انسان على الانسان في الحياة باردد من القاتل بمقربها في الليلة أرجع كل المدينة تركت màyين ثم تركت بمرهم for one to christianity seven for islam sesame的话 whereas in actual fact this ravers is true for everyone for the time seven for Christianity but this is how they wake up the Christian world he said you see Islam is going to win so they won money in men at the moment that fett pi five thousand Christian crusaders in Africa 35,000 their housing of people all over the world but in Africa alone 35,000 missionaries are busy trying to convert the people of Africa into Christianity and we Muslims are satisfied inshallah everything is all right you see for everyone we lose we gain 7 but this is the masters the Christians are masters at the game they wake their people with this and they let us to sleep with that it's very very unfortunate but the destiny is ours as Allah promises in the Holy Quran قال هو الذي أرسل رسوله بالهدا ودين الحق لزهراه على دين كل جدا لديه دين لأنه سبب ومعسرهم ورصولهم كلهم بلدوزهم كلهم ويكون هل يكون هندوية بودية كريسانيا كما نكون جدايا كل كله اسلام نحن لهم كله معك أو خلالك إنه نحن نحن راحتنا راحتنا نحن اذ ه shoot you what am I what are you that you and I can do the works of the prophets of God and earn a prophet's reward الله LoHa will reward you what he will reward his rasool if you go a job of a rasool you won't become a rasool but you're going to get the same reward unless Allah is unjust and he's not unjust you do a prophet's job you get the prophets reward and it's a privilege Allah's giving you and me to serve his deen من المعشف حقا ان اقول بأن الإسلام لا يزداد انتشارا هناك وإنما العكس ولكن المبشرين الغربيين قد نشروا من الدعاية ما يبين أن مقابل كل مسيحي يكسبوه من غير المسلمين أو المسلمين يقابله سبعة من المسلمين في أفريقيا هذه دعاية مغرضة يريدون بها كسب المال والرجال من أوروبا حتى يعزز موقفهم التبشري في أفريقيا وهناك الآن أكثر من 35 ألف مبشر يقومون بالدعوة للمسيحية ومحاربة الإسلام وإننا مطالبون بأن نقمل الرسالة والدعوة لأن المسلم إذا قام بعمل لنشر الإسلام فهو يقوم بعمل كان يمكن أن يقوم به نبي وطبعا لن يكون رسولا ولكنه سيحصل على أجر الرسول في يوم القيامة لأن العمل الذي ينشر دين الله يكافئ الله عليه عبادة إلا إذا كان غير عادل وبالطبع نحن نؤمن بعدالة الله المطلقة وكل إنسان يؤجر بقدر ما يعمل السؤال الأخير يقول قد لا أستطيع أن أجادل وأحاور وأقرأ ولكن أريد أن أشارككم في جهادكم وفي عملكم في الدعوة فكيف أستطيع ذلك؟ السؤال الأساسي هو أنه لا يمكن أن يقرأ أو أقرأ أو أقرأ أو أقرأ لكن كيف يمكن أن يشارك في هذه الإسلامية؟ دعوة إذا لم يكن هناك شيء يمكن أن يفعله أقرأ أو أقرأ أو أقرأ أو أقرأ buttons وأقرأ أو أقرأ أو أقرأ أيضا أي يقول أدعو له بالتوفيق ويشكركم على الاستماع نشكر لكم جميعا وأخواني يوجد جمع التبرعات للهيئة الخيرية بالخارج ونرجوكم أن تفسحوا لنا الطريق وأن تعطر الشيخ لنا على موعد اشتركوا في القناة